لا تنفك محاولات الاحتلال لفرض سيطرته على الحرم الإبراهيمي وإصدار القرارات الاستطانية لتهويد الحرم والبلدة القديمة في مدينة الخليل والتي كان آخرها مصادقة وزير جيش الاحتلال نفتلي بنت على مصادرة أراض محاذية للحرم لتصبح جسرا للمستوطنين لاقتحام المسجد ورافق ذلك محاولات وقرارات من بنت لانتزاع صلاحيات بلدية الخليل من البلدة والحرم الإبراهيمي لفرض نفوذ الاحتلال فيها كبديل عن البلدية نحن سنلجأ إلى كل الوسائل المتاحة الممكنة بكل الاتجاهات والخيارات مفتوحة لعمل أي شيء للدفاع ونحن قبل المرة طبعا أخذ الاحتلال قرار بإنشاء مجلس للمستوطنين وحاول أنه يمنعنا من العمل في المناطق المغلقة ويعطي هذه الصلاحية لمجلس المستوطنين لكن أفشلنا هذا التعدي على حقوق وزارة الأوقاف الإسلامية بشكل مستمر والتي تعد المشرفة الأول على المسجد الإبراهيمي يأتي خطوة في سبيل إبعاد المصلين عنه وتنفيذ مطامع الاحتلال بالسيطرة الكاملة على الحرم وتغيير معالمه والاعتداء على حرمته الاحتلال يعتدي في هذا المكان على صلاحيات وزارة الأوقاف وصلاحيات مدرية الأوقاف وصلاحيات بلدية الخليل ولعلكم شهدتم بالأمس ما قام به الاحتلال بأعمال التنظيف والترمين ببعض الأجزاء الخارجية للحرم الإبراهيمي الشريف نقول أن هذه الأعمال هي من اختصاص وزارة الأوقاف من اختصاص الإدارة العامة المشرفة مباشرة على هذا المكان إلا أن الاحتلال يتعدى على هذه الحقوق وعلى هذه الصلاحيات ليستفرد في المكان وليستكمل عملية الفصل التام والسيطرة التامة للحرم الإبراهيمي الشريف حكومة الاحتلال تستغل ظروف أزمة كورونا لتفرض سيطرتها ومشاريعها الاستيطانية لتستمر المطالبات الشعبية للمؤسسات ذات العلاقة بالشأن الثقافي والتراثي والديني وعلى رأسها اليونسكو بوضع قراراتها موضع التنفيذ لخطورة ما يحدث في الأماكن الدينية خاصة في القدس والمسجدين الأقصى والإبراهيمي لتنفيذ هذه القرارات أبعاد واضحة لتغيير المعالم الإسلامية والهوية الفلسطينية لقلب مدينة الخليل ونزعي الحق الفلسطيني في الدفاع عن مقدساته لفضائية النجاح نغم جاد الله الخليل